وحليه أخبارنا والنادي الأهلي بيدرس خلال الساعات اللي جاية إن شاء الله تقديم عرض لتجديد عقد علي معلول اللي بينتهى بنهاية الموسم الجاري بالجنيه وليس بالدولار النادي الأهلي بيدرس إنه يقدم لعلي معلول عرض بالجنيه مش بالدولار بنفس القيمة اللي هو عايزة يعني الرقم اللي هو عايزه بالدولار هدهقولك بس بالمصر يعني إحنا نتكلم تقريبا في حوالي خمسين مليون جنيه مصري في الموسم هو عايز مليون ونصف المليون دولار فالأهلي بيفكر إنه يعرض على علي معلول إنه يدي له الأرقام ديت ولكن بالعملة المصرية بالجنيه المصري خلينا نشوف هالأهلي هياخد الخطوة دي بشكل رسمي هل علي معلول هيوفيه ولا ألا هنشوف الأيام اللي جاية بس ده تفكير في النادي الأهلي في الفترة دي طيب نادي الأهلي هيواجه إن شاء الله شباب له زداد الجزائر في دول عبطال أفراقية يوم الجمعة اللي جاية وأعلن قائمته لهذه المواجهة اللي فيها في حراسة المرمى مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وفي خط الدفاع محمد هاني وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنع مياسر إبراهيم ورامي ربيعة وفي الوسط عمر السلية وكريم ندفد ومران عطية وإمام عشور ومحمد مجد أفشا وطاهر محمد طاهر حسين الشحات وكريم فؤاد وفي الهجوم أنتوني مودست ومحمود كهربا دي قائمة النادي الأهلي لهذه المواجهة طيب موقف المصابين بقى في النادي الأهلي قبل رحلة الجزائر محمد الشناوي عنده خلع في الكتف أليو ديانج عنده كان مقوايا في الرجبة خالد عبد الفتاح عنده جزع فيه أربطة القدم أحمد نبيل كوكا جزع فيه الأربطة محمد ضو كريستو شد في العضلة الخلفية وسامة أبو علي شد في العضلة الخلفية برستاو إجهات في العضلة الخلفية محمود متولي مزق في العضلة الأمامية فرقة فرقة مصابة في النادي الأهلي فرقة كاملة تقريبا مصابة في النادي الأهلي رغم كده اللي موجودين جمدين جدا يسدوا يعني حسش برضو أنه فيه يعني اللي موجود مش هيشيل مكان الأساسي كلهم جمدين بصراحة الأهلي عنده عمق في تشكلته عمق كبير جدا يعني وربنا يحفظ بقى اللعبين إن شاء الله يعني ويشفي هؤلاء اللعبين في أسرع وقت ممكن مارس كولر عمل جلسة مع أنتوني مودست في وجود الجهاز المعاون تكلم معاه أشياء بمستوى جدا الفترة اللي فاتت فيها المباراة الوداء والأهداف اللي سجلها وكولر قال لمودست إنه هيكون أساسي هيكون أساسي في مباراة شباب الازداد اللي جاية عايز يستغل حالة الفنية والمعنوية الكبيرة اللي عند مودست وقال له إنه بيراهن عليه وقال لطلقه فيها المباراة اللي جاية دعال له عاسي يطلع قماش راجل جاي في الصيف لحد يناير عنده لقطة هدف حلو هدف مهم غير كده لسه مودست ما ظهرش تصوري إنه مودست هيظهر بداية من مباراة شباب الازداد توقع يعني مجرد توقع الله أعلم خلينا نشوف نادي الأهل هيسافر يوم 20 فبراير اللي جاي عشان يسافر غانا عشان مواجهة فريق مديامة يوم 23 في بطول دوري أبطال أفراقيا الأهلي هيكون لسه راجع من الكاهرة جاي من الجزائر يوم السبت اللي جاي بعد مواجهة شباب الازداد وبعدها هيتضرب في الكاهرة ثم يسافر إلى غانا يوم السلساء الموافق 20 فبراير اللي جاي الآن يدخل مع معا بسرعة أوش بس غايب عننا في الدوري خالص إنه جاي اللي قال لابسة مباراة بس في الدوري حتى الآن فطبيعي عنده ارتباطات مش طبيعية يعني سواء أفراقية علامية في كاس العالم سوبر أفريقي تفصيل كاسيرة مش